موسيقى اليوم راح نتكلم عن مخدرات وآفت هذه المخدرات وضررها على الشخص وعلى المجتمع في أي دولة ودور جميل لما نشوف جهات رسمية أو اجتماعية أو مبادرات اجتماعية تقوم في دورها في تعاملها في نشاطاتها اليوم راح نطلع على مشروع غراس ودورهم الجميل اللي شفناهم من سنوات وهما متفاعلين ومتجاوبين مع آفة المخدرات راحب في ضيفي الدكتور أحمد الشطي مدير عام المشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات من غراس مساء الخير يا دكتور مساء الخيرات أهلا وسهلا وسعيد أن يتجدد اللقاء تحت أنوان آخر الله يرحم والديك يا دكتور ونحن أسعد ودائما نشط ما شاء الله عليك وعيني عليك باردة يا دكتور بداية نريد أن نطلع مشاهديننا على مشروع غراس ما هو غراس تحديدا؟ غراس عبارة عن مبادرة مجتمعية التقت فيها توجهات الحكومة مع القطاع الخاص مع الأكاديمية مع مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة المخدرات كردة فعل على ارتفاع حالات الوفيات بالجراءات الزائدة ولد المشروع في بداية 2009-2000 اليوم عمره يدخل العقد الثالث من الزمان كان هو عبارة عن مشروع توعوي وطني للوقاية من المخدرات ولد من رحم اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات أنا داك هو جمعية نفع عام أو؟ هي مبادرة لأنه الآن تم إعلانه ضمن مجموعات التطوعية لكن قبل كان عبارة عن مبادرة ولد من رحم اللجنة الوطنية فبالتالي هو ما أخذ الكينونة كجهاز مستقل لغاية ما تم حل اللجنة الوطنية الوقاية من المخدرات يعتبر في أكثر من جهات معاكم كحكومية وتطوعية في البدايات صحيح الآن هناك مجلس إشراف يرئيس الدكتور خالد الشلال من كلية العلوم الاجتماعية مع الدكتور السمدام مع بدر الشيباني مع مقبال الأحمد يعني أسماء جميلة وأسماء لامعة وتمثل كل أطياف المجتمع واهتمامها في عمل تطوعي لصالح حماية الشباب من آفة المخدرات بالسابق ممكن دكتور غراس كان لها تواجد إعلامي أتكلم كإعلامي صحيح الآن أنتم تعملون بعيدا عن الإعلام لكم تواجد الآن في البترة الأخيرة خنقل سنتين ثالث سنوات الأخيرة اختفيت على الإعلام هل الإعلام مقصر معاكم أم أنتم مقصرين مع الإعلام الولادة غراس كانت قوية كان هناك التزام مادي من جهات كبرى مثل وزارة الداخلية مثل بيت التمويل مثل أوقاف مثل زين فكان هناك خنقول وفرة مالية تحاكي القدرة المعلوماتية والخبرات التراكمية من خلالها ولدت سلسلة من الحملات التي هزئت المجتمع من خلال استثارة وأنا بعد وياكم ثم بناء على دراسة تمت في جامعة الكويت تم توزيع استبيان على حوالي 4500 طالب وطالبة وولياء أمورهم وكانت الأسئلة ما هي العوامل التي يمكن أن تقع أو توقع الشاب في مصيدة المخدرات أو ما هي العوامل التي يمكن أن تحمي الشاب من الوقوع في مصيدة المخدرات ما هي العوامل المهيئة أو العكس فيها فجاءت مجموعة من القيم التي على أساسها تم ترجمتها على حملات توعوية استمرت على حوالي 30 حملة وتركزت بالذهن على الأسرة مرة يبقى ما نخلك وياننا ويبقى بصراحة وجود اشراحة على الأقران أو الشباب أو الصحبة أو الفراغ الشاب نفسه جاءت حملات علمنا أبرزها والصاحب ساحب والهواية حماية بالمناسبة الحملتين فازوا بجوائز على مستوى مجلس التعاون الخليجي كإعلام قيمي يمكن أن يحاكي الشباب ويزرع فيهم سور وقائي ثم كان هناك حملة معلمي سر تمييزي هذه الحملات التي ذكرتها بالتحديد من ضمن أكثر من 30 حملة لكن الطريف في هذا الموضوع بدأناها باكرا باكرا على منه؟ على منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات التي عندما أرادت أن توزع وتخترع وتقنن وتنتج أدلة استرشادية للعمل خذت ثلاث منحيات الأسرة، الشاب، المدرسة فنحن بالواقع سبقناهم بمدة بهذا الموضوع من حيث المشكلة، من حيث ابعادها، من حيث كثير من المواضيع التي قد تزيد احتمالية أن يقع الشاب فريسا لقضية المخدرات هذه الحملات كانت حملات يسمى بالسوشيال ميديا التي تنزل في المجتمع تراها على التلفزيون، تراها في الإذاعة، تراها بالسوشيال ميديا تراها بالبوردز، بالجداريات اللي بالشوارع وكذا فكان كل المجتمع يراها وهو سائق وهو يستمع وهو اللي يشاهد في كل الأماكن لكن لا شك هذا رد على سؤالك هذه العملية مكلفة يوم من الأيام البل بورد، الإعلان يمكن يكلف ثلاثين يعني يبيلها ميزانية أحسنت، فبالتالي كان لابد أنه ما نيأس وأن نستمر هذه النقلة أخذناها في مشاريع استراتيجية اللي حاولنا فيها أن نوجه فيها رسائل معينة لشرائح معينة في أوقات أو مواسم معينة فجاءت مثلاً غراس إلكترو، غراس المرأة، غراس الصحفي، غراس التربوي، غراس الطلابي، غراس المستقبل اللي من خلالها كان هناك مشاريع نسميها مشاريع استراتيجية مو بس هذه، إحنا أخذنا بعض المشاريع وطبقناها على مواسم يعني في رمضان مرة، في عطلة الربيع مرة، في عطلة الصيف مرة في بداية العام الدراسي مثلاً مرة؟ مثلاً، إيه، هذه تزداد الأهمية وإحنا الآن في فترة امتحانات وعلى موسم إجازات وهذه بحقيقة نحتاج أنه من هذا المنصب أو من هذا الموقع أنه نقرأ ناقص الخطر ترى جانبين، الأول، القصة التقليدية اللي تصير لوقوع بعض طلبة المدارس في المخدرات الآن موسم الانتحانات، في موسم الانتحانات بعض الشباب يكون ملحوق ما يمدي ويريد أن يوصل الليل بالنهار يأتي لصاحبة يقول لها تأخذها الحبة هذه مو بس تخليك تسهر، تخليك تحفظ حتى رغم الصحة يجينا بهذا الوقت فالآن نوجه رسالة حقيقة لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات لا تعتقد للحظة أن الحبة يمكن أن تصنع فرقا لصالح التحصيل الدراسي بل هي العتبة الأولى في سلم الانزلاق إلى مهاوي الدرب التي تبدأ ربما بزقارة، ثم أحبة، ثم كاس، ثم يعني إلى تدرد، دكتور عندكم إحصائية من الجهات المعنية في نسبة المخدرات في دولة الكويت؟ في مؤشرات، خلي خدمك في هذا الموضوع شوف على مستوى العالم، يعني هناك تكلم الناس على 250 مليون على مستوى العالم ما بين متعاطي وما بين مدمن في الكويت لا يوجد نظام سجلات، لكن هناك مؤشرات هذه المؤشرات نضعها على بعض فنستنتج أن هناك تزايد في هذا الظاهر وفي تزايد في الوفرة وتزايد في الخطر يعني يوم من الأيام كانت الكويت أو رجال الأمن يفخرون هالسنة والله صدنا كيلو هروين اليوم نتكلم عن 60 و70 وربما كميات هائلة كنا نتكلم عن ألف أو ألفين من حبات الكبتاقون والمؤثرات العقلية الآن دخلنا بالملايين كنا نتكلم عن ضبطيات بكنتينرات الآن أصبحت أضربها بعشرة وعشرين كل هذه مخيفة بمفهوم أن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومخدرات تقول مقابل كل ضبطية هناك عشرة تفلت فاليوم إذا أنا أضع في القيمة الإجمالية تراكمية أربعين مليون حبة وأنا مغمض أكون موجود في السوق حوالي أربعمائة مليون حبة هذا شيء مخيف مخيف بكل المقاييس ويستدعي أنه تضافر الجهود ولا نعتقد أنها هي مسؤولية ذو الرداء الأبيض إذا صار هو مريض أو رجال الأمن أو الجمارك وحدهم لا هي مسؤولية مجتمعية مسؤولية الجميع بشكلها حصائيا نشرت قبل شهر وتقول أنه سنويا عندنا من 76 إلى 80 حالة وفاة بالجرعة الزائدة وهذا أيضا شيء مخيف لأنه تمثل قمة الهرم بتاعتها كثير من المتعاطين وكثير من المدمنين وكثير من اللي يزورون المخدرات بشكل أو بآخر بسبب اجتماعي بسبب وفرة بسبب مجاملة وهذه أيضا مخيفة خاصة أن الشباب في عز شبابهم هامش التحمل والمغامرة والفضول والنكران لأي ضرر يكون عالي فهذه من ضمن المخاطر اللي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار دكتور بالنسبة للأعمار السنية الشباب أكثر حسب ما يقال في الإدمان من الكبار صحيح؟ تجارة المخدرات مثل تجارة التبغ فيها خبث فهي تريد أن تعوض من يسقط على الطريق وفيات أو مرضى من خلال الشباب يعني أعطيك مثال الآن تجارة التبغ أو تجارة التبغ يستهدفون الشباب لأن كل سنة يموت 6 مليون فهو يستهدف شباب صغار السن عشان يدخلهم في عادة التدخين فيصير عنده مستهلك للتبغ إلى أن يصل للستين أو السبعين يعني العمر الافتراضي من لحظة الولادة فهذه من ضمن الأشياء الآن تقول لي هل الشباب في وحدهم؟ هل الشياب؟ هل هي؟ أنا أكد لك ابن الخفير وابن الوزير قد يكون ضحية فبالتالي في الذهن أن الأسر المفككة اللي مرتبطة بالطلاق اللي كذا هذا جانب لكن أيضاً اللي عنده وفرة مادية اللي تغيب عنه الرقابة قد يقع في ذات المصيدة هذا من جانب آخر لكن نحن نركز على الشباب لأن الشباب هم المستهدفين سهل صيدم الشباب بحكم الصفات اللي قلناها من جانب بحكم الوفرة المالية من جانب وهذه أيضاً من نواقص الخطر اللي قرعتها منظمة الأمم المتحدة لمكافأة الجيل والمخدرات هي تقول دول مجلس تعاون تعيش سياسة أغراق بالمخدرات ليش؟ لأنها مش الربح كبير جداً كل هروين يمكن يوصل 50 دولار في أفغانستان يعني الوفرة المالية في الخليج هي والخليج مستهدف لتفتيت عضدة لاستهداف شبابه لتكسير مخزون الاستراتيجي من القدرات الإنسانية اللي نناطح فيها بالمستقبل نحن دائماً نقول للشباب هم نصف الحاضر وكله المستقبل فالآن لما أنت توفر الحبة في كل مكان في البقالة في المسيد في تنمية المجتمعية في كل مكان ويكون أسعارها أو بالبدايات قد تكون 10 دانير يصير الآن دينار هذه مصروف الشباب الآن يتحملها لما تلبسها باللباس المغامرة أو الهروب من واقع أنت تعانيه سواء خوف سواء تردد سواء ضعف شخصية سواء سواء هذه أيضاً من ضمن الأشياء في الشباب حقيقة مستهدف وهذا يستدعي منه أنه بقدر ما نحيي وزارة التربية لأنها لأول مرة بدأت تكلم في الإعلام أن هناك مؤشرات أن هناك حالات فردية لا أقول وصلت مرهلة ظاهرة وأنها نسب عالية لكن مجرد ما أنت يكون عندك حالات معزولة هنا وهناك بين البنين وبين البنات هذا يستدعي حقيقة أن يكون هناك حملة أو منهجية استباقية قبل أن يقع الفاس بالباس ويجب أن ترفع مستوى ليس فقط الطالب ولي أمره لا حتى المدرس حتى السوشيال ويركر اللي هي المؤخصائيين الاجتماعيين حتى كل من لا علاقة في العملية التربوية ولا أتكلم عن المتوسطة والثانوي فقط لا الآن نحن نتكلم عن الجامعات الجامعات الحكومية والخاصة المعاهد الكليات يجب أن يكون هناك وعي لإطلاق نوع من الحملات المعرفية اللي نعمل أنها توصل لمرحلة تحول إلى معتقد ثم إلى سلوك صحي إيجابي بحيث أن الشخص يستنكف عن المخدرات حتى وأن توفرت ليش أني يصير عندنا نجاح في خفض الطلب خفض العرض هذه مسؤولية وزارة الداخلية وإدارة الجمارك لأنها تخفض المعروف أنا لما أرتفع بمستوى المعرفة يصير عندي خفض الطلب من هنا يأتي التحدي في أنها من القطأ أن تعتقد جهة بحد ذاتها أنها مسؤولة عن مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات يعني عملية منهجية متوالية تتضافر فيها الجهود وتكامل فيها الإرادات وتوزع فيها المسؤوليات للوصول إلى أنه نجفف المنابع مرة نتعامل مع الجذور قبل الأعراض والأمراض يصبح عندنا نوع من الثقافة العامة بحيث أن كل أجهزة الإنذار المبكر على مستوى الأسرة على مستوى المدرسة على مستوى الأماكن الوظيفة يجب التعامل معها نعم شون تعاملكم دكتور مع الجهات المعنية الحكومية مثال وزارة التربية وزياراتكم المدارس المولات الأسواق الندوات التوعوية الإرشادات بروشرات اللي ستطلع من عندكم أو من الجهات الأخرى وسائل الإعلام في دولة الكويت بشكل عام لا شك أنه يعني ما يمكن أن نتعامل مع قضية المخدرات بموسمية أو بردود أفعال نحتاج إلى منهجية تستمر على طول العالم طول العام فبالتالي نحتاج كل ما يسمى الحلفاء وكل الشركاء في حماية الشباب باختلاف مشاربهم واهتماماتهم وأولياتهم لما أنت تتكلم عن الأدوات نحن مرة نتكلم عن مطبوعة ومرئية ومسبوعة ورقمية فنجملها مرة نستهدفها ومنهجها ونطلقها يعني الآن لأنت لما تتكلم عن الحضور في المدارس مو بس غراس غراس مكافعة المخدرات الجمعيات النفع العام بعض الجهات المعني كلها يعني نتكلم عن حوالي 300 إلى 400 محاضرة على مستوى المدارس وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى المعاهد لكن أنت قاعد تتكلم عن حاجة أكبر من ذلك هذا واحد لما تتكلم عن السوشيال ميديا اليوم السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة ليست فقط لنشر المعرفة للأسف هي التجار مرة ولتبعاد المعلومة وشفتنا حالات الناس تبدأت تزرع حتى منزليا بداء على الشغلات هذه فتحتاج حذر ويقضى وانتباه إلى كل هذه الاحتمالات والتعامل معها بما تستعق نريد أن نستثمر في التواصل الاجتماعي بحيث أن نستقطب الشباب مو فقط نستنكر ونشجوب لا في طرح بدائل فبالتالي اليوم في جعبتنا مثلا عندنا مشروع قرية غراس الذكية اللي من خلالها نطرح بدائل بدل العنف اللي بالألعاب بدل الدمار اللي يصير في الألعاب نطرح خلق نطرح استثمار نطرح ممارسة بحيث أن كل من يدرس أو ينجز مثلا يحفظ آية يبتكر شغلة يستثمر في مشروع يزرع في هذه القرية الافتراضية مزرعة يمارس ويستثمر كل مهاراته مقابل بوينتس أو نقاط تسجلة ممكن يكيشها مرة وممكن يدخل في مشاريع أخرى مرة أخرى فأنت تبعد عن كل ما يطرح من يشجع على العنف والتطرف وربما حتى الألفاظ والسلوكيات السيئة بشيء مفيد وذوقيمة ويعزز القيم التي نتمنىها تكون بين أولادنا وبناتنا كلهم وهذا أيضا من ضمن المشاريع اليوم نحن لا نعتقد للحظة أننا نتكلم عن الإعلام ممكن أن نصير حملة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتنتهي لا أنا نريد منهجية تستمر لذلك نحن حريصين مثلا على أنه يكون عندنا برنامج مثل تثقيف الأقران تثقيف الأقران إذا تسمح لي ألقي الضوء عليه تثقيف الأقران هو خلاص التجربة الأوروبية هذه التجربة الأوروبية وجدوا أنه أحيانا يكون في فجوة أجيال إذا وقف شخص بالخمسينات أو الستينات وبدأ يحاضر عق الشباب وهذه حتى اللاحظها أحيان لما يوقف وزير من جيل معين يتكلم عن جيل آخر وهم قاعدين يعني يمكن يديرون نقاش وهو ما يدري عنه فهذه من ضمن الأشياء التي تحتاج أحيانا أنت توصل بنفس مرة الشريحة السنية بنفس المنطق بنفس الأولوية بنفس الأفية على أساس توصل الرسالة فبالتالي تم تعريب وأقلمت هذا المشروع اللي هو تثقيف الأقران من خلال مناهج هذه المناهج توزع في ثلاث محاور المعرفة أنواع المخدرات أضرارها أعراضها كيف يمكن تعامل معها كيف ممكن تتصرف فيه إذا حصل أي شيء التحديات استشراف المستقبل هذا جانب وتعيش الطالب أنه ما يكون هو ذو الجناح المهيض اللي يمكن التغرير فيه بحيث أنه مرة يعطي حبة فراولة مرة يعطي حلاوة مرة يعطي علج مرة يقول لها تعال جرب أنت ريال كذا هذه من ضمن الأشياء اللي هي المعرفة بكل أنواعها سواء كانت مصنعة مخلقة أو طبيعية كل المخدرات تم تنبيه الشباب لها وعن آليات تسويقها اللي مرة تكون كيميكالز مرة تكون شابو مرة تكون يعني كل هالأشياء الجانب الآخر اللي هي المهارات الحياتية المهارات الحياتية كل شاب الآن أصبح شيء يسمونه هندسة الحياة يحتاج حقيقة أنه يكون عنده ثقة بالنفس حزم في السلوك القدرة على التعامل مع مجموعة عدم الاستنكاف من أنه يطلب المشهورة من هو أكبر منه ما يستغرب حقيقة أنه يكون عنده تقدير بالذات التعاون مع الآخرين هذه كلها من القيم اللي كلما زادت كلما قل احتمال وقوع في مصيدة المخدرات هذا جانب المحور الثالث اللي هي الأدوات كيف يمكن أنت يصير عندك نوع المهارة مهارة التواصل مهارة الاستقطاب إدارة الاجتماع عمل لعبة مسابقة تحدي لغز تطرح معلومة بحيث أن هذه الشريحة اللي أنت تعامل معها في جو مرح مرة وفي لعب مرة أخرى توصل لهم أهمية تقدير الذات أهمية الانتباه واليقظة أهمية الابتعاد عن شخص غريب يعرض عليك شيء بدون مناسبة خاصة إذا كان فيه شرايح سنية معينة بعد أنت تحمي نفسك القيمة الإضافية في هذا الموضوع أنه إذا صار عندك شاب يمتلك هذه القدرات أنت مو فقط تحمي من مخدرات تحمي من زقاير تحمي من المشروب تحمي من الهارد دراجز اللي هي هذا الدور مطلوب منك دكتور مشرط أنه مخدرات يعني مثال زقاير أو شيشة أو مشروب أو أنا خلق خدمك في هذا الموضوع أمانة هو مطلوب مننا لأننا عملنا تطوري بس هذه سنة لا شك أنت اليوم لما تعلم واحد إدارة الاجتماع يعني أنا دائما أضرب المثال هذا نحن نسوي دورة إصحافات أولية وأنا أول ما أقعد معهم أقول لهم يا جماعة أشوفوا أنتم مقدمين على مهارة حياتية قد لا تستخدمها ولا مرة لكن مرة قد تستخدمها في البيت في المنزل في الطريق في المطار في الموضوع فتنقذ فيها حياة فينطبق عليك قول المولى عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اليوم لما أنا وأتكلم عن الوقاية الوقاية تبدأ باكرا الوقاية تبدأ بمنهجية الوقاية لها أصول تعتمد على الدليل العلمي فاليوم أنا لما أبدأ مع الشباب هذين وثقفهم وهو نفس يصير عنده نوع من الحدث نوع من الإنذار المبكر يقول له أنه ظاهر الأمر الناعم الجميل قد يخفي أشياء وراه فما يقدم عليه قبل ما يستأكد ما يقدم على شيء قبل ما يسأل فهذه بحذات تحميل لأن هذه المصايد يعني أنا أعطيك مثال آخر 95 إذا ما كان 97 باللمية من مدمني ومتعاطي المخدرات يدخنون فكثر ما أنا أبدأ باكرا في تجفيف منابع هذه العادة عادة التدخين أقلل من فرص وقوعهم في آفة المخدرات في مصيدة المخدرات فهذه من ضمن الأشياء اللي يحتاج أن أتكلم معها بشكل مباشر اليوم أصبح هناك برامج يعني أنت تستغرب من المشاريع اللي في جعبة غراس أو الوالدين الأذكياء اللي من خلالها أنت تعطيه معلومة وتعطيه مهارة ويصبح عنده هو رصد في السلوك في توقع غير المتوقع مرة وفي استشراف المستقبل بحيث أنه هو بنظرة يلاحظ النزلة اللي تصير أو القفزة اللي تصير مرة بين الأولاد يعني أنت تسألني وهذا كثير من أولياء الأمور يسألوننا يقولون نحن شون عرف أن أولادنا وقعوا أو لم يقعوا في مثل هذه المصيدة مصيدة المخدرات وكثير منهم خاصة لمشغولين في حياتهم اليومية عن أولادهم بعيد عن بيته فهذا ما يكتشف مثلا أن هذا الولد نظافة الشخصية قلت أن هذا ينفرد ويقفر الباب عليه أن ربع الطيبين الزينين بدأ يستغني عنهم لصالح ناس يأتون في آخر الليل أو بالهمس أو كذا يدخل في الغرفة فيجد غير مرتبة يجد فيها روائح يجد فيها أدوات لا إليس ألها تفسير ولاعة مرة لمبم مرة أخرى أشياء مخشوشة لا تفهمها إبرة فهذه من قبل الأشياء إذا ارتفع مستوى الذكاء عند الوالدين لا شك أنهم مو فقط سيحرصون على من يرافق أولادهم لكن أيضا أن يكونون شركاء للأولاد إذا كان في وقت إذا ما في فاصل لأنني أنا من اليوم ما شاء الله عليك دكتور مسترسل فما بيقطع حديدك أنا بنسمع أنا والأخوان وانت ما شاء الله عليك يعني الدكتور أحمد مسترسل في الحديد مسترسل في المعلومات بس لابد أني أقاطعك وديش في الأسئلة اللي موجودة معاي دكتور غراس يؤهل دورات تدريبية لأشخاص يكون رديفين لكم يكون مساعدين لكم من هذا الشخص اللي يخرج من رحم غراس من دوراته يثقف مع آخرين حدثنا عن هذه الدورات هذه اللي تكلمنا عنها ما يسمى تثقيف الأقران بدينا في مايو 2016 خرجنا حالي 50 شاب وشاب أكويتية جاءونا مختلف المشارب من صح التعبير من الحكومة من القطاع الخاص تطوعية تطوعيا أيوة ومعنات كل دورات اللي قاعد نقدمها نقدمها مجانا كل ما نريد إن الشاب يكون منتزم عنده رغبة ونجحنا حقيقة ثم كان في مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة الأسبوع اللي فات خلصنا المرحلة الرابعة في كل مرحلة من 25 إلى 30 شخص يأتي هذين المثقفين لأقران هذين المدرب يشرف عليهم هم نعطيهم الجرع المعرفية والمهارة التثقيفية الحياتية بالإضافة إلى أدوات تعلم بحيث أنه هو كل شخص منهم انطالبه مع نهاية العام أنه مثلانيين يقول أنا تعاملت مع 50 نفر من عندنا 50 شاب بنفس الشريحة الأمرية أو في نفس مكان العمل يحصل على شهادة دكتور أي لا شك ومعتمدة وهذه من ضمن الأشياء التي تعطي قيمة أضافية مثل هذه الشهادات فبالتالي أنا اليوم لما يصير عندي مئة من الشباب الكويتي شاب وشابة ذوي قدرة ويمارسون عملهم بإشراف يعني حنا قبل يومين تخرج حوالي ستة اللي هم المجموعة الأخرى اللي هم مرافقي مثقفي الأقران مثقفي الأقران عندما يذهب المدرسة راح يكون عنده واحد يطالع من وراء شتفه يطالع هل هو تصرف تصرف صحيح هل هو كان مقتدر شلو نقاط الضعف اللي عنده شلو نقاط القوة اللي عنده فبالتالي مرة على مرة لغاية ما يوقف على ريوله ثم يعني يسبح بنفسه نعم فهذه من ضمن الأشياء اللي حنا نسعى لها ونعتقد هذه تتفق تماما مع مفرد أداء من نستخدمها اللي هي الاستدامة الساستينبليتي أن أنت اليوم هذا الشخص اللي أنت قاعدت أهله مثل ما قلنا هو مفيد في مرحلة الدراسة في مرحلة الجامعة في مرحلة الوظيفة في مرحلة المجتمع في مرحلة القيادة في مرحلة تحمل مسؤولية هذه المهارات راح تمشي معاه فبالتالي أنت تستثمر فيه على مدى بعيد هذا الشخص اليوم نحن ما نعلم عساس يكون فقط مدرب نعلم عشان يكون صاحب عقيدة صاحب فكرة صاحب رسالة ورافع بيرق لصالح الشباب ضد المخدرات وكل السلوكيات السيئة اللي ممكن تؤثر عليه فبالتالي اليوم نحن مرة أخرى أكرر لما نتكلم عن الشباب هي ترى ذخيرة الوطن هي الحاضر والمستقبل هي اللي نريد حقيقة أن نحرص عليهم ونباهي فيهم نعم دكتور لاحظت في حديثك مركز في جانبين في سلوك الوالدين تعاملهم مع أبنائهم هناك بعض الآباء طيق توبيخ تفرز شاب عنفواني أو فتاة عنفوانية ويلجعون لقافة المخدرات الجانب الآخر اللي شفته ملي الفراق لاحظت أنه نملي فراقهم نسقلهم نخرج مواهبهم اللي عندهم عشان ما يفكر أو يروح اتجاه آخر صحيح في هذا الجانب اي صحيح هذا بنظم الجانب ولكن التشخيص صحيح تماما أنت اليوم لما الشاب يكون تغيب عندنا الرقابة وهذه اللحظة وقت السفر لأن في السفر يحلو السهر في السفر تغلل في الإجازة في الإجازة ايه فالآن دائما نحن نحذر منها مع بداية موسم الصيف يا جماعة نحن نلاحظة الآن الشباب يسافرون عمرهم 16 سنة دون أي رقابة ويذهب إلى بلدان سمعتها تسبقها هذا عندما يعود ما يعود فقط بصور بصور في بعض الأماكن بتذاكر عادات سيئة قد يعود مدمن قد يكون بممارسة سيئة قد يكون ببعض الأمراض قد يكون ببعض العادات اختلاف الليل والنهار يعني هذه كلها من ضمن الأشياء اللحن نسعى حقيقة ونؤكد عن أهمية الوالدين وهمية الأسرة في اختيار الصحبة مرة بالتالي أنا جدا أفضل أن الناس اللي يروحون رحلات جماعية مؤطرة ومنهجة اللهم مرشدين يكسبونهم مهارات لما يعودون في منهم وهذه نسمعها يقول أنا ولدي لأول مرة بدأ يعدل فراشة لأول مرة يقوم يصلي الصبح وبدون ما نقومه لأول مرة يقوم هو مثلا يعد لنا يعد مثلا خلاله فطور وجبة أو كذا وكذا هذه من ضمن الأشياء بدأ يتكلم عادة هو منصد لأول مرة يقول لنا ترى حصل شذي سوينا شذي هذه المهارات اللي أنت تريد لأن الرحلات مدارس وفي منهم يخوض التجربة في بلاد حارة على جبال بالأنهار بالصحراء بالغابات والحمد لله نحن عندنا قدرة تمكن شبابنا الانطلاق في كثير من الأماكن وفي كثير من التحديات اللي يعودون فيها أكثر جرأة وأكثر نشاطة نعم السفر فيه مردودة وفيه معلوماته بالطرق الصحيحة اللي أنت تأخذ في هذا الجن صحيح دكتور الآن تطور السوشيال ميديا تطور الإعلام الجديد تطور أمور كثيرة حتى في المخدرات مخدرات أكترونية هل هذا خذتوا في هذا الجانب هل وعيتوا فيها تلاحظ أن الشباب أو الأطفال مركز في موبايل أو جاهل تلقى أولي أمره ما بينه لمترين ومعالم هذا وين بتجيه ممكن قاعد يستخدم هذه لها مفردتي هذه المخدرات الأكترونية الجديدة طبعا نحن هنا نتكلم عن نوع جديد من نوع الإدمان لأنه الشخص يوصل لمرحلة أنه لا يفارق تألفونه حتى بالحمام حتى وهو نايم حتى وهو في سفر في كل الأماكن هذه قد يكون بداية إدمان يحتاج أن نتواصل معه ونتعامل معه بما تستحق من أهمية الآن لما نتكلم عن الإدمان الإلكتروني فترة من الفترات خرجت أنه ببعض الشباب يشون مع السماعات نوع من النشوة التي يصلونها خلال استماع الموسيقى بالتالي يوصل لمرحلة تشابه أو تحاكي التعاطي الإدمان التخدير لكن هذه كانت حالات منفردة وصلوا إلى أنه قد يكون بس بفلوس دولار يقولون يعني ديتش الحزة بس أنا أعتقد هي لازالت غير شائعة عندنا بشكل كبير بس راح يغذونها راح يوصلونها يعني هو يعتمد مثل ما قلنا عرض وطلب شنو اللي موجود وشنو اللي متوفر وشنو الأرخص وهو اللي يحكم الأمر لكن أتفقوا إياك هذه من ضمن الأشياء اللي يجب أن نستعد لها قبل أن تصلنا ويكون عندنا وعي واستيعاب لها بحيث أن ننشر حتى المعرفة هذه عند الناس المعنيين اللي سواء لا يرح يشوفون يتعاملون معهم كمرضى أو كمربي أو كضباط أمن يعني يجب أن نتعامل معهم بس هل استعديت ونها هل نبهت ونها أولياء الأمور لأن الكثير ونعلم أنه يجهل يعني الشي بالشي يذكر دكتور كل شي يصير في الحياة في مقابل وأي فكرة 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 مرات تنشر ما ظهرت على الساعة ليش التواصل الاجتماعي تويتر بلاش ليش سناب شات بلاش ليش الاستقرام بلاش معناه فكرة وتعب وجهد وقعد توصلنا وإحنا بأريحية إيميل وكان راغب الرأي أقول في قادم السنوات راح يغذونك راح يعطونك راح يوصلون أهداف ومشيرونك بالمزاج وبالكيف اللي أهم يبونه أحسنت لذلك إحنا أمانة أن يجب أن لا نفرض في أهمية تعزيز قيم وقدرات وفطنة وحذر شبابنا وهذه موجهة بحذاتها يعني من الخطأ أحيانا نسأل يعني نسأل مثل هذا السؤال أنه يا جماعة تعالوا أنت وغيرا صال لكم الحين أزيد من عشرين سنة لما نحن في مخدرات وهذا سؤال حقيقة في طياته بقدر ما هو مؤلم هو مضحك لأن نقولهم يا جماعة ترى بيت الزكاة من قدم التاريخ لما نحن في مسارك أنت لما تتكلم عن الدورة المستندية أو المالية أو راس مال المخدرات تتكلم عن بلايين عرفتش لون أنت لما تي عن حملات توعوية حقيقة بالحد الأدنى بالجهد الذاتي بأولويات ترتفع وتنزل لا شك أننا لا ندعي للحظة أننا قادرين على أن نواجه سيل المخدرات لوحدنا بل أننا متفانين ومتنازلين حتى عن أدبياتنا نحن نعتقد صاحة التسع الجميع ونمد إيدنا للجميع للتعاون دون تردد بأي اتجاه لذلك نحن اليوم لما نضع كل خبرات نمالة 30 سنة على الويب سايت أو موقعنا الإلكتروني نقول يا جماعة تعالوا خذوا اللي تابونا ونفرح لما نشوف بعض الأساتذة اللي هم في التنمية البشرية أو في العلوم الاجتماعية يوقف ويعرض مثلا بعض الفيديو كليب سمال غراس عشان نتكلم عن أهمية الأسرة أو عن أهمية الصحبة أو عن أهمية المدرسة أو عن أهمية اللم شيء جاهزين إيه فبالتالي نحن نجد فيه باسم الكويت هذه صدقة مثل حد أدنى من زكاة النفس نبعث فيها رسالة خير لكل البشر في كل الأماكن للمقدرات ترى مو خاصة بجنسية أو دولة أو كذا هي الآن أصبحت بلا حدود بل أصبحت تدخل حتى بالسياسة اليوم ما يخفيك نتجارة المخدرات بسبب هامش الربح الكبير جدا لها علاقة بالتطرف لها علاقة بالترجارة الأسلحة بغسيل الأموال عدم الاستقرار وإحنا يمكن نعيشها بشكل واضح اليوم موقع الكويت في نهاية طريق الحرير التي تبدأ من أفغانستان ثم باكستان ثم إيران ثم العراق وكلها مع احترام لكل هذه الدول فيها عدم استقرار هناك زراعة هناك تصنيع هناك تجارة هناك مواصلات واتصالات وما إلى ذلك نحن عنق الزجاجة لمجلس التعاون الخليجي لذلك أحيانا نحن ترانزيت لهذه البضاعة أنا آمل أن نكون ترانزيت لأن لو هذه الكميات الهائلة تستوطن في الكويت يصير كارثة ولكن نحن حريصين وأمانة نحن نرفع القبة احتراما وتقديرا للجهاز الأمني مرة لجهاز جمارك مرة لأن الضبطيات اللي قاعد يصيدونها شيء يرفع الرأس مو بس هذه لكن هم أحيانا يعملونها في ظل شبكة استخباراتية على مستوى ما أقول خليج لكن حتى على مستوى المنطقة وبالتالي هذه منظم الأشياء التي نفخر فيها ونعتقد تلعب دور كبير جدا في تخفيض العرض لذلك مسؤوليتنا نخفض الطلب وبالتالي تصبح المعلومة بضرر المخدرات متوفرة للجميع بحيث أنه كل من يستنكف عن المخدرات حتى لو كانت بمية فلس نعم ذكرت في بداية حديثنا دوركم التوعوي وذكرت أن المادة السيولة تطلب مننا وسؤال اللي مرتبط معه دور وسائل الإعلام الكويتية هل هناك قنوات خاصة أو تيفيزيون الكويت لما تعملون عمل جهد تصورونا كفيديو كليب كبرومو أو تقرير أو وتسلمونا يطلبون مقابل وين دور الوطني وين دور الإنساني وين دور التوعوي دورهم صح لسانك يعني أنت أمانة مسيت الجرح نحن نعتقد أنه أكو شيء يسمونه زكاة النفس دفعة البلة وبالتالي نحن نناشد حقيقة كل وسائل الإعلام وأصحابها وأصحابها يعني نحن أمانة نجد مساحة من الأرياحية مع تلفزيون الكويت في ظل توجيهات رسمية توجيهات رسمية في النشر لكن القطاع الخاص حقيقة أحيانا لم تتقل لي يقول لك وين المقابل أنا مترى مو يعني خنقول فاعل خير لا أنا مشروع تجاري هنا نحن نرى حقيقة أنه لابد أن يكون هناك التزام نحن محظوظين أن نجد بعض الدور مثلا صاحبها فجأة يكون ضد التدخين أو يكون عندها قصة مأساوية إنسانية بالمخدرات يوقفوا إياننا بس نريدها أن تكون جزء من الثقافة العامة ونريد حقيقة أنه كل إنتاج إعلامي لا يجمل قضية المخدرات يعني أحيانا يمكن تبدأ بأشياء بسيطة نكة الحشاشة المتداولة هي التجميل وألفة وتمهيل وتسوي نوع من القبول للجمهور للحشاش وهو شخص متعاطي وبالتالي هذه من ضمن الأشياء يجب أن نكون يعني وايد فاهمينها وحريصين عليها خاصة من صيغ الخبر اللي يصيغ الخبر يجب أن لا يربطها مثلا واحد هاي أو مرتفع أو منشع أو كذا يعني أنت لما تسمي هذه النكة مات الحشاشة تساعد على المخدرات تشار صحيح في قبول في ألفة يعني متأوت عليها يعني تقول والله هذا لطيف ها محشش محشش سوى كذلك ها كا 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 ها محشش فيصبح أنت بدأت ما تقول أنه هو مريض أو يعمل شيء آخر هذه أبسط أنواع الإعلام ها هذا واقع دكتور ايه هذا واقع في أحد الدول العربية الآن الزقائر الحشيش أصبحت مألوفة قاعد يطلبون مع التموين توزع بسبب النكة بسبب وسائل الإعلام أننا أخذها الوضع عادي فأصبح في مجتمعهم علني مو بالخش أو بالقش أصبح جدا أنا أتفق إياك وهني حقيقة تأتي أهمية الإعلام المسؤول يعني أنا اليوم لما أسمي الزنا اللحم الأبيض وأسمي الدعارة تجارة المتعة أو كذا أوصفها بأوصاف تدغدغ تدغدغ مشاعر الشباب أو لما أي واحد منشع أو عامل كذا يشعر فينا أنه رجولة أو أجد له مبرر بينما الأصل أني أنا أقبح مثل هذه الممارسات وأستنكرها وأستنكرها وأحطها عناوين بقبحة بدل أني ما ألطفها لأن أحيانا حرفنة الإعلامي ترى كثير مننا يقرأ عناوين ما يقرأ اللي تحت وكثير مننا ويقرأ يمكن أول سطرين إذا أنت تقعد تجمل فيهم يعني مثل مسلسلاتنا أحيانا ثلاثين حلقة من الدمار والخراب وكذا وكذا بعدين الخير يصير آخر عشر دقائق في الحلقة ثلاثين فاللي قرأ يتابع على المسلسل تشرب بالعلاقة غير السوية بالعرق اللي قاعد يشوفه المسلسلات المدبلجة بعلاقات خارجة فهذه كلها من ضمن الأشياء اللي لم يكن هناك يعني فهم ومتابعة واستشعار واستحضار لا شك إنه في غياب البديل يعني إحنا اليوم المنابر القيمية أو الدينية لا يعني خنقول من يزرع الخلق مو بضرورة تكون دينية ما تقارن بسيل وتدفق القنوات اللي هي متخصصة في الضحك في الغناء في الميوع في اللامبالاة في تجميل كل قبيح لدرجة نتقلب الألفة يعني قضية الإعلام قضية طويلة لكن بالتأكيد نحن نعتقد إنه لو توفر حد أدنى من المسؤولية القيمية يعني أنا أذكر وأنا ابن الإعلام إذا تسمح لي أذكر كنا فترة من الفترات ضد التدخين فكان بعض الجرائد ديش ليام قبل قبل لا يطلع القانون اليديد الغرامة 50 دينار والإعلان آخر صفحة يمكن 500 أو 5000 فهو يقول لك أنا حطها وكذا زي يعني جماعة ترى القانون موجد فقط عشان يقول لك شون الصح والغلاط عشان يذكرك عشان يصير فيه رادع ذاتي كل قانون ما لم يكن هناك رادع ذاتي فبالتالي يمكن الآن خلهم يد دينار إذا قعد دخل في المجتمعات دكتور ذكرت إنه دور وسائل الإعلام الكويتية وتحديداً القنوات الخاصة هذه كلمة حق من مجلس إدارة التنفيذيون الشاهد وعبر برنامجي تحديداً إنه أي شيء يصب لمصلحة الوطن والمواطن دون أخذ رأي موافقة أو 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 تماتيكياً إحنا على أتم استعدان بارك الله فيك كيف تنوجودنا وهذا واقع وأثبتها الآن على هونباشر أي شيء يخدم غراس كخدمة مجتمعنا الكويتي بالعكس الساعة المباركة برنامج اللي يمتها موجود يعطونا اللي عندكم ونعرضه خلال ثلاثين ثانية خلال دقيقة نوعي لعله عشان إن شاء الله يكون هناك مردود لها من اللي قاعد يتابعوننا بارك الله فيك وإحنا لعل وجودنا اليوم هذا دليل آخر يعني رحبت صدركم وحرصكم على أن تصل رسالة إيجابية للمجتمع لحماية أبناء من كل الآفات السحية شون الوازع الديني دكتور مع الشباب ما هو العنصر الأساسي يردع أي شيء سواء مخدرات أو غير شوف الوازع الديني مو حبة سحرية هي تراكمية ويمكن أحيانا واحد يسأل يقول أنت لما تروحك ربع المسيد وتصح مع الخطأ يمكن مو هذه الشريحة اللي يجب أن تستهدفها لكن لا شك أن نشرها وتطعيمها دائما بالخلق فيها متانة ويمكن نحن نشعرها اليوم لما يصير عندنا برنامج مثل خير وسفير أو برنامج موعد مع التغيير اللي نهيئ فيها طلبتنا قبل السفر للغربة في الخارج لا شك أنه الرادع الديني مهم جدا 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 يعني إحنا نذكر وهذه من ضمن برنامج كنا نعملها اللي هو خير وسفير نحاول من خلاله توفير جرعة معرفية وحياتية أيضا للشباب اللي هو بيطلع من الثانوية ومو كلهم لكن بعضهم يكون حبيب ماما وبابا فجأة تلقى بأستراليا أو بأمريكا أو في كندا أو بريطانيا يقعد بروحه وهو لازم يغسل ثيابه يعد الوقت يأضع أولياته ما لم يكن هناك تهيئة ممكن يصير عنده خنقول نكسة الانتكاسة كثير منهم ما بيقول يعني هم أكثار لكن تحصل حالات مسجلة بأنه الإنسان ينهي بعثتها ويرجع لأنه لا يستطيع أن يقاوم الغربة فبالتالي إذا توفر له قيمة تحبيب مغريات بلا حدود بلا رادع من حوله صحبة صالحة تأخذها وتعلمها وتأكد على سلامته وسلامة من حوله وتعطي الإيجابيات والسلبيات في كل موقف وفي كل قضية حواليه لا شك أن هذا شيء محمود ومطلوب لذلك عملنا في غراس موعد مع التغيير اللي علمناهم بتحديد الأولويات الميزانية الشخصية معلومات أساسية عن كل بلد كيف التواصل مع النظمات الطلابية اللي موجودة الكويتية هناك وغير الكويتية أقرب مسيد أقرب محل حلال كيف ممكن تستعين بمن تستعين شو الأرقام المهمة هذه ربما مكالمة في الوقت المناسب مع الشخص المناسب بتغير مجرح حياتك وبالتالي ما يمكن أن تأتي دون ما يكون هناك تواصل وهذا ما نسعى دائما إلى أنه نكون وسيلة محفزة مرة يعني مجسرة من الجسر بين الطالب وبين الملحق الثقافي بين أهله بين أصحابه بين ناس ذوي خبرة أنا أتذكر يوم كنت في بريطانيا الاستقبالي من المطار كان الله يذكره بالخير وأخ حبيب وصديق دكتور عبد الناصر العثمان أنا يمكن بوست جرادويت يعني رح تخصص أخذني وداني المنطقة وأتجرنا البيت وراماني المسيد وين أروح وين أيه ساعدني كذا جمعتهم لمتهم الشباب بالضبط هذه أصبحت أصبحت مثل الدين علي ظليت إلى أن تخرجت كل شخص يأتي بالمنطقة وأدي ضريبة أو أسدد الدين اللي علي برعايتي للناس اللي يقولون في المنطقة هذه أعمل مثل ما عملوا معي فتصير استمرارية سلم واستلم نحمي تطبع صار فيك نحمي الشباب لأنه إذا ما يحك بفيرك وبعدين نحن كلنا ابناء منطقة وبلد وفي غربة سبحان الله ذوب كل الحواجز كل الفروقات إنه وجدت من أجل أنه نعزز بعضنا ويعني نتكاتف فتصير نوع من الفاتورة تستلمها وتسددها نعم دكتور نحن وصلنا للختام رسائلك الأخيرة خلال أيام القادمة الاختبارات المراحل واحد بعد الاختبارات إجازة الصيف رسالتك لأولياء الأمور للجهات اللي أنت تشوفها دقيقة دقيقة أما للشباب ففترة الامتحانات تحرصوا وابتعدوا ولا تقبلوا من يعرض عليكم حبة أو وسيلة لتطويل السهر أو تعويض النقص المعلومة تشيط الذاكرة أي فهذه كلها من ضمن الأشياء ابتعدوا عنها الشغلة الثانية نحن داخلين على رمضان ورمضان شهر كريم فضيل يمكن ترك كثير من العادات السيئة لأنه تنتنع عن الطعام والشراب مرة تنتنع عن زقارة مرة تنتنع عن كثير من العادات السيئة الشغلة الثالثة داخلين على السفر والسفر يحدث بذات أولياء الأمور يا جماعة أولياء الأمور بناتكم أبنائكم صغار السن لا يسافرون دون رقابة ودون إعداد وتأهيل يحملون معاهم قيمهم وعاداتهم لكي يعودوا فقط بذكريات طيبة وتجارب إضافية بعيدا عن كل عادات سلبية تكون متوفرة بالحساب والرقيب بالخارج إن شاء الله شكرا دكتور أحمد الشطي مدير عام المشروع الوطني التوعوي للوقاية من مخدرات غراس على حضورك وعلى المعلومات التي أتريتنا فيها والدليل أني كنت منصت ولا أحب أسأل بكثير من الأسئلة شكرا لك دكتور والشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرار إعادة هذه الحلقة باتر بإذن الله ساعة انتين ظهر وهذا أنا أخوكم بداحة السهلية لكم في حفظ الله ورعاية ماسا